السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم العافية متابعينا الكرام طبعا احنا هون في عندنا اثنين مكنة بكت جونت نوعية متسوبيشي بحجم تسعة طن متل ما عم تشوفوا طبعا البكت جونت ان شاء الله راح نشرح لكم عليها بالتفصيل عندنا مشروع ان شاء الله فيه ثلاثة ماكينت بكتج الماكينت البكتج متل ما عم تشوفوا لها اثنين برانش اللي هو هون عندي هذا اللي بالاعلى السبلاي واللي بالاسفل الريتيرن فبالتالي لازم يكون عندي سبلاي وريتيرن طبعا انتهت مرحلة تركيب العازل والانسوليشن والانتهاء منه وان شاء الله راح يبدأ تركيب الكلادينج على الدكت يعطيكم الف عافية